سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بشكر الله من أجلكم كثيراً كل متابعي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة كل اللي بيشاهدنا ويساهل ويساهم معانا ويرسل لنا كلمات تشجيع أو محبة أو اختبارات مجد اسم الرب بشكروا جداً من أجلكم بشكروا جداً من أجلكم كل مشاركتكم أيضاً بشكر الله على كل من يشاهد وأحياناً بيكون زعلان مش عشان إنكم زعلانين أنا يعني بشكر ربنا إنك بتشاهد حتى لو كلامنا أغضبك لأن يعني لو أنت زعلان من اللي بتسمعه الحلو إنك وإنك لسه بتسمعه بتفكره وبتسأله وتقبله أو لا تقبله ده أمر بينك وبين الله لكن التفكير حلو بيننا وبينكم بقى جميعاً المشاهدين المعضدين قناة الحياة واللي هم شركاء في العمل كله والمشاهدين اللي يعني عندهم مشكلة في نوعية المواد اللي بنقدمها بيننا وبينكم جميعاً كل سلام ومحبة واحترام في رسالة كونسوس الأولى كده بيعلمنا روح الله معاني المحبة الصادرة من إن الله اللي فينا هو الله محبة المحبة اللي بتتأنى وترفق المحبة اللي لا تحسد المحبة التي لا تتفاخر ولا تنتفخ فمش هيطلع مننا إلا إننا نكون لطاف حتى لو أنتم غضبتوا نكون محبين حتى لو أنتم زعلتوا نكون حساسين إن إحنا مندقكوش ومنتعبكوش بالكلام لكن مع ذلك يجب إن إحنا نقول الحق أنا بشكر رب على كل اللي بيرسلونا واللي بيتواصلوا معانا من كل مكان حلقة النهار ده بقى عنوانها أسئلة المشاهدين بين الحقيقة والمفاهيم الخطئة العنوان ده هحط تحته العديد من الحلقات فالأسبوع ده هتشاهدوا أول حلقة وبعد كده هتشوفوا على التوالي يعني ما بين ميبي كل شهر أو شهرين هتلاقوا حلقة من نفس النوع لأنه أسئلة المشاهدين بالنسبة لنا مهمة جدا لكن السؤال نفسه والسائل كلنا يعني عندنا خلفيات مختلفة فالأسئلة بتيجي من خلفيات ومفاهيم مختلفة فيه اللي بيسأل عشان يجادل ويقرر نفس الأسئلة وما يستمعش للرد خالص ومع ذلك أنا حجاوب على بعض هذه الأسئلة بالتدريج وفيه الأسئلة اللي أرضيتها مفاهيم خطئة يعني نبعى مثلا من الثقافة الإسلامية أو الثقافة الشعبية أو التعليم الإسلامي لكن ليس ليها علاقة بالكتاب المقدس أو المفهوم الكتابي لشخص الله أو العلاقة مع الله ودي كلها حاجات كلنا بنتعلمها بالتدريج فأسئلتكم مش بتزعلنا بل بالعكس بتدينا فرصة إن احنا نتعلم أكتر ونرد بطريقة أدق وننمو جميعا بشكل عام أحيانا تركيبة السؤال بتكون غريبة زي مثلا السؤال اللي هتشوفوه على الشاشة دلوقتي السؤال ده بيقول كده كيف يكون المسيح رب لكل البشر والحيوانات والمخلوقات الدقيقة ده حتما كده سيفقد عقله لأنه إنسان السؤال بالنسبالي لو بسطله كده ممكن أتخطاه يعني ممكن أقول ده واحد بيت تاريأ وطبعا هو مبتدي بدينك محرف الأول أستاذ سعد كريم ما عندكش إثباتات يا أستاذ سعد وأنت غير دارس بصورة كافية لأنك تفهم حتى خلفية السؤال اللي حضرتك سألت وأنا بتكلم بمنتهى الاحترام السؤال ده مثل على إننا أحيانا كتيرة مش فاهمين وبنسأل الأسئلة اللي تبقى مستفزة لكن بتوريني إنك مش فاهم إيه إذا كنت فاهم وبتحاول إنك بس تدايق الناس وأنا ما أعتقدش كده أعتقد إنه في سوء تفاهم في الموضوع فأنا هحاول أوضح مشكلة السؤال ده ورد عليه برضه حضرتك والاستائلين بنفس الطريقة بيفكروا بخبرات سابقة بتفكر بمحدودية بشريتك سؤالك بيقول إنه ظهور الله في سورة بشر ينقص منه ده المعنى مش كده؟ إزاي يعني؟ أو إنه مثلا الله يتنزه عن ذلك وإنه الله لو هو في سورة بشر هتبقى بشريته طاغية على ربوبيته فمش هيقدر يعتني بالكون اللي هو خلقه؟ خليني أوضح بعض النقات كل اللي أنا قلته ده مشكلة لو أنت بتفكر إنه الله محدود ولو إنه الله ظهر في سورة بشر هيبقى محدود يبقى فيه مشكلة في فهمك لشخص الله أو إنه الله يتنزه عن إنه يظهر في سورة بشر وبرده فيه مشكلة في فهمك لشخص الله وليه خلق الإنسان الله خلق الإنسان على سورته على مثاله النقاء اللي الله خلق بيه آدم كان فيه نقاء آدم كان فيه نقاء معطى من الله كان فيه طبيعة كويسة ربنا حطيتها فيها إلى أن جاءت الخطيئة في حياة آدم وحاوة الله لما شاف آدم وحاوة قال إيه؟ فرأى الله إنه ذلك حسن حسن جدا قال عليهم اللي اتنين كده أنتوا مخلوقات جميلة جدا وعندما يقول الله حسن جدا فده في معنى أعمق من الله دي حاجة شكلها جميل لا الله خلق حاجة هو بيحبها فمش هيتنزه عن أولاده اللي هو خلقهم علشان خاطر يكونوا في عشرة معا حط النقطة دي على جنب علشان بعد كده نتكلم على شخص المسيح السؤال بقى التاني يعني بيجي مباشرة من سؤال حضرتك هل الله يستطيع أنه يظهر في سورة إنسان ولا لا؟ السؤال ده للجميع بقى هل يستطيع الله أن يفعل ذلك أم لا؟ اسأل نفسك لأنك لو قلت لأ أ تبقى بتحدد الله ولو قلت أ هتقدر تفهم ليه بقى الله قرر إنه هو يظهر في سورة المسيح أو إنه يكله الطبيعة البشرية في المسيح والطبيعة الإلهية اللي لا يعني لا دي تنقص ولا دي تنقص والاتنين عملهم مع بعض المسيح إله كامل وإنسان كامل وليس إنسان تحول لإله وليس المفهوم الإسلامي لإنه العذراء حبلت بصورة المسيحين ما بيقولوش كده قبل مش حاجة في الكتاب المقدس بتقول إنه حصل أي جماع جسدي علشان يجي المسيح ولكن المسيح اتولد من العذراء لهدف رعاية الإنسان وفداء الإنسان وهو إله كامل وإنسان كامل هل يستطيع الله أن يخلق إنسان بطبيعة بشرية كاملة نقية نعم نعم هو خلق آدم كده والمسيح كان بلا خطيئة إنسان كامل بطبيعة بشرية كاملة نقية بلا خطيئة نعم ده ممكن يحصل فالسؤال بيحدد إمكانيات الله أنا مش عايزة بقى أمسك في الأستاذ سعد وقول له أنت بتحدد إمكانيات الله لا أنا بقول إنه كل المسلمين اللي بيتكلموا بالطريقة دي بيحددوا إمكانيات الله وقدراته ومحبته وإذا عملت كده قلت لا الله تعالى الله عن ذلك أو لا هو ما يعملش كده لأنه المفهوم الإسلامي بيقولك إنه فيه انفصال بينك وبين الله والكلام ده كله أنت بتحدد إمكانيات الله إذن ما بيكونش إله إن كان محدود مش ممكن يكون إله سؤال تاني هل يمكن أن يقوم الله بعمال مختلفة في نفس الوقت طبعا طبعا في سؤالك عن المسيح أنت حددت الله ومش ده المفهوم الحقيقي والصحيح لإله الكون لخالق الكون لكن خلفيات السؤال كلها خلفيات إسلامية مرتبطة برفض الإسلام لألهية المسيح هل الله يمكن أن يقوم بأعمال مختلفة في نفس الوقت بالتأكيد والدليل على كده هو كمان ظهوره في سورة المسيح من سفر التكوين إلى الصليب ودي كانت خطة الله لكن إله الكون يعني سعاد إحيانا إحنا ببشريتنا الصغيرة كده نفكر نقول يعني يا رب هو أنت حتفضل أنا كمان يعني يعني أنت مع الناس اللي في الصين ومع الناس اللي حصل لهم الزلزال من فترة ده ولا يعني وفضيلي أنا كمان هتفتكرني أنا كمان آه هو فضيلك أنت كمان وشايف أدق تفاصيل حياتك والعالم كله لأنه الله هو خالق الكون هو قدراته أبعد عن ما إحنا نتصور فلا تحدد الله على قدر فهمك أنت ليس هناك انفصال بين المسيح كإنسان في الجسد والله آه ليه إحنا ليه مهم إنك توسع مفاهيمك وخبراتك الشخصية بالإراية والسؤال والفهم لأنه على فكرة الله بيطلب مننا كده يعني الله عايزنا دايما ننمو في المعرفة فننمو في القرب منه لما ننمو في المعرفة هننمو في القرب منه وخاصة المعرفة الكتابية لكن المعرفة اللي في العالم كله عموما يعني الإنسان لما بينمو في العلم والمعرفة بيشوف قدرات الله أكتر مش بينفاصل عن الله ما تصدق يعني أنا ما بصدقش كلام الناس ما بتدرس أو بتلحد هي بردو خلفيات واختيارات لكن أنا بشوف إنه الإنسان اللي بيفتح قلبه وودنه لمعرفة الله وبيبقى عنده اشتياق قوي إنه يعرف الله بصورة حقيقية وأنا بكلمك وبكلمك بأمانة دلوقتي اطلب من الله إنه يدي لك الاشتياق ده إنك تعرفه معرفة حقيقية هتلاقي كل الأمور بتوضح أمامك بصورة أعمق وأفضل وهتلاقي إنه الأمور حتتربط ببعضها بصورة أكبر من ما أنت كنت تتخيل فما تحددش زينك بشكرك على سؤالك وعايز أقولك إنه طبعا بالتأكيد المسيح ليس بين وبين الله انفصال لكن إحنا عارفين إنه الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس ليهم كل واحد عمل مختلف لكن الكل واحد بلا انفصال خلينا نروح بقى للسؤال اللي جاي بعد كده بيقول كده السؤال ليه أنتوا ما بتفرقوش بين الإسلام والمسلمين السؤال ده مهم جدا بالنسبة لي السؤال بيقول أنتوا ليه ما بتفرقوش بين الإسلام والمسلمين وبيقول كده قال أحد المستشرقين عند دخوله للإسلام الحمد لله إني عرفت الإسلام قبل المسلمين شكرا على سؤالك جدا وده سؤال مهم بالنسبة لي الشق الأولاني منه هو أهم حاجة عندي لأنه السائل هنا بيعبر عن اتهام لنا أننا بنهاجم المسلمين وليس الفكر الإسلامي الشق الثاني أنه بيستشهد بأن المستشقين شايفين أن المسلمين ليسوا شهادة جيدة للإسلام وأن التعليم الإسلامي من منظور المستشق تعليم جيد وصالح للاتباع في حد ذاته وده على فرض أن كلام السائل صحيح أو كلام المعلق صحيح لأنه يعني في مشاكل كبيرة في الإيمان المستشرقين أو اعتنقهم للإسلام وعلى فرض أنه في حد مستشرق قال كده هو فين معرفش اسمه مش مهم لكن أنا هرد على الشقين الجزء الأول من الاتهام أننا بنهاجم المسلمين سؤال لحضرتك فين فيما نتكلم فيه هجوم على المسلمين الأشخاص فين؟ وإمتى؟ وإزاي؟ وقلنا إيه؟ يعني من المستحيلات أنك تبص على برنامج المرأة المسلمة وتلاقي أننا بشاور على المسلمين عموماً وأقول دول أشرار أو دول إرهابيين أو دول أبداً استحالة لأسباب عديدة واحد أولاً ده مش منهج القناة أساساً قناة الحياة منذ افتتاحها إحنا بنقدم نقد للأفكار والتعليم بصورة منهجية ده من بدايات القناة ثانياً أنه ده من حقنا صورة النقد دي اللي بنقدمها ده من حقنا وعلى فكرة أسلوب النقد ده موجود في العالم كله بس إحنا مش متعودين عليه في العالم الإسلامي وخاصة فيما يخص الإسلام أنت ممكن تنتقد المسيحية على كيفك وتعمل اللي أنت عايزه لكن توجهك قوي لما نتكلم على الإسلام لأنه ده بقى التابوك المحرمات المحج المسا لكن لا كل شيء يلمس كل شيء فواحد القناة مش أسلوب هكذا عموماً ده من منهجياتنا أننا نحترم الأشخاص ولكن ننتقد الفكر ثانياً حقنا ومن حق العالم كله أنه يناقش فكر بفكر فكر بفكر وهذا ما نقوم به نحن نناقش فكر بفكر ساعات نناقش الفكر من كتبكم الإسلامية وساعات نناقش الفكر من منظور الله من الكتاب المقدس هل ده يليق ولا لا يليق وأيضاً بنشوف النتائج الاجتماعية الموجودة على الأرض ونقول لماذا ليس هناك ثمر وهنا يجي دور الإنسان لأنه لو لم يكن للديانة أو للطريق اللي بينتهجه الإنسان أسلوب أو نتيجة ثمر في حياته إذن النهج اللي أخده ده فاشل بس وصله للهلاك فإحنا بنقول إن ده من حقنا ومن حق العالم كله إنه يناقش فكر بفكر وإحنا بقى الأولى دي نمرة ثلاثة بقى إحنا الأولى لأننا من خلفية إسلامية فإحنا من كل قلوبنا وإحنا بنتكلم بنكلمكم أنتم يا غرباء يلا أنا عمري ما شفتوكم ويمكن مش هشوفكم معظمكم إلا في السماء في اسم يسوع نكون مع الرب كلنا لكن إحنا بنكلمكم من كل قلوبنا وفي وسطكم أهلينا وفي وسطكم أحبائنا اللي لسه ما يعرفوش المسيح فإحنا نتكلم بكل احترام ونحن نعلم نقاط القوة ونقاط الضعف في حياة المسلمين فأنا لا أنظر للمسلم أو المسلمة على إنهم يعني حاجة وحشة لا أنا أعلم نقاط القوة والأمانة اللي ربنا حطها في كتير منكم في معرفته فما فيش هجوم على أشخاص تاني بقول إحنا من كل قلوبنا من قدم الدراسات والوقت والصلاة من أجل أن يكون لأهلنا اللي هو أنتم المسلمين فرصة للنجاح ومعرفة الحق وده بقى يحتم علينا الاحترام والمحبة والتضحية حتى توصل لكم الرسالة دي وهي مش محبتنا الخاصة فقط ولكنها محبة الله لكم محبة الله اللي دعانا وخصصنا لهذه الخدمة بعد ما حررنا من الإسلام جي الوقت إن إحنا نستخدم لفتح الطريق للجميع والخدمة دي الحقيقة خدمة صعبة وليها تمن إحنا جميعا نقبله بكل سرور حتى ولو كان قاسي على حياتنا الشخصية والعملية بصورة كبيرة ومكلف نعم بولس الرسول في رسالة روميا قال كده إني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح لأجل اخوتي أنسبائي حسب الجسد كنت زمان لما أقرأ الآية دي بس تصعبها بس تصعب كلمة إنه أنا نفسي أبقى محرومة من المسيح لأنه المسيح عندي أغلى من كل حاجة في حياتي لكن لما عرفت محبته الحقيقية بقيت أقدر أقولها زي بولس لإني عارفة إنه محبته هدفها تخلص الجميع أنا بس واحدة منهم لكن أنتو اليوم الإبن اللي برة الخروف الضال اللي برة الحظيرة والإبن الضال اللي برة بيت الأب محبته بتسعى لأنها تجدكم وده دورنا بولس الرسول اتعلم اللي قاله ده من قلب الله الذي يريد أن الجميع يخلصون واللي أنا قلته عن خدام الرب وفي قناة الحياة ومنهجية قناة الحياة بيشمل أيضا الخدام المسيحيين الأصل اللي معنا اللي أمام الكاميرات زي الدكتور أشرف والأخ وحيد وغيرهم الكثيرين من الإخوة المسيحيين اللي بيشاركوا معنا في خدمة الله بصورة أمينة وتقديم الكلمة بصورة أمينة الجميع يقوم بهذا العمل من أجل أنهم بيحبوا المسلمين كلنا بنحب من نخدم وإلا كانت خدمتنا قاصرة وغير مثمرة إن لم نحب من نخدم لا نستطيع خدمتهم فالمحبة اللي جوانا يجب إنها تكون الدافع لأنه منكونش قصاء عليكم أبدا وأنا بشهد عن إخواتي الموجودين معنا سواء من كانوا خلف الكاميرات ولا أمام الكاميرات الكل بيعمل بقلب واحد وبصالة من أجل إنه الجميع يرى الحقيقة الحديث بقى عن رأي المستشرقين ما عليش سمحوني النقطة دي كطويلة لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا كخدام قناة الحياة نمرة واحد إحنا لا نحكم على الله من خلال الناس ولكن هفسرها وأقول إزاي ممكن نحكم على عمل الله في حياة الناس لكن إحنا مش هنحكم على الله من خلال إنه في ناس قبلوا أو لم يقبلوا سواء أنت ممكن تقول نفس الحكاية على المسيحيين وفي مسيحيين مولودين مسيحيين ولكنهم لا يعملوا بأمانة الله في حياتهم في لكن المسيحي الإسمي يعني هو مش مسيحي أصلا المسيحي اللي بيروح يدر الكنيسة ويمشي وليس لكلمة الله عمل في حياته وثمار في حياته برضو لا لكن الثمار بقى اللي بنشوفها في حياة المسلمين هل هذه ثمار عدم اتباع الإسلام ولا ثمار اتباع الإسلام لو الكلام اللي بيقوله المستشرق ده صح المستشرق ده حيكون جاي من ثقافة غربية عندهم قواعد يعني وأسس للتعامل في الحياة مختلف تماما عن الفكر الإسلام فالمستشرق مش هيجي يقولك أنا عايز جارية مثلا مثلا يعني المستشرق مش هيبقى عنده تقية مثلا هيعتبرها كد مثلا لكن الحاجات دي من ثمار الإسلام اللي انتو عايشين والمستشرق مش هيجي يقولك أنا عايز أجهد في سبيل الله وقتل دول بقى اللي انتو شفتوهم اللي كانوا اللي بيجوا للإسلام ويروحوا ينضموا لداعش وكده دول يعني ما يتقالش عليهم مستشرقين لأنهم أولا مش دارسين يعني ولا هم ما دخلوا الإسلام من أجل أنه يجاهد جهاد في الحياة فيبقى يتحسن ويبقى إنسان أفضل لا دول دول شدهم الشر دول انجذبوا للشر فما نفعش إلا إحنا إلا إنك لما تبصل دول تقول إن دول من ثمار الإسلام يعني ما نقدرش ناخد رأي المستشرق ونقول ده رأي يعني نقدر نحتازي بي ده إذا كان أصلا في مستشرق قال كده أنا شفت كتير من الفيديوهات للناس اللي أسلموا ومن خلفيات مختلفة ولغات مختلفة وكده الشعور العام والحقائق اللي بحاولة لمها من الفيديوهات دي إيه أسباب إن الناس دي بتيجي للإسلام فتلاقي مثلا حطين لك مثلا العالم الرياضيات الفلاني اندهش لما سمع مش عارف إيه ما تيجي تسمع عالم الرياضيات ده بيحكي قصته مرة هعملكه سدقوني هعملكه حلقة تكون كلها مقتطفات من شهادات الناس دي فتلاقي إنه الراجل ده بيقول إنه كانت نفسيته تعبانة وإنه كان بيدور على حد مجموعة من الناس يبقى معاهم فحضر اجتماع فدخل الاجتماع لأهم بيتكلموا في الإسلام وهو كان في الكلية وبيحضر الاجتماع في الكلية وهما بيتكلموا في الإسلام وبعدين واحد قال له أنت نفسيتك تعبانة الإسلام هو اللي يصلح نفسيتك فرح قال له قول الشهادة فقال الشهادة لم يدرس لم يفكر لم يسأل ولكنه ارتبط بمشاعره وهو في حالة نفسية مش مظبوطة بحاجة هو مش فاهمها أصلا مش عارف يقرأها أصلا الفكرة دي من الممكن أنها تكون مقبولة عند المسلمين لكن عايزة أقولك أن دي مش مقبولة عند المسيحين خالص اللي بيتصلوا بها يقولوا لي أنا عايزة أبقى مسيحي أدخل المسيحية إزاي أقول له تقرأ الكتاب المقدس وتتكلم مع الله بصورة مباشرة أنا عايزة أسمع أنك عايز تعرف المسيحة عايز تعرف الله عشان تبقى مسيحي لازم تكون بتدور على شخص الله شخص الله ده أساس العلاقة مع الله تتعامل معه إزاي فيعني بتلاقيهم مثلا كلهم بقى بتقول أصلا أنا اتجوزت مسلم وبعد شوية لقيت عيلته متربتة قوي بيتلموا مع بعض كل أسبوع والكلام ده كل هتلاقي أنه شهادات معظم الناس دي وأعدكم فعلا يعمل لكم حلقة خالية من عمق ارتباط بالله ولكنها شكل خارجي جيد لكن ما فيش عمق لحاجة شدتهم لشخص الله بالذات أو لمعجزة اللي هي مثلا هم شفوها ولا فهموها في القرآن فيش الكلام ده سو هقف عند الحتة دي وأرجو أنه يكون ده رد على السؤال الدين اللي يكون في حياة الناس وليس له ثمر بركة وسلام ومحبة ونمو وتوافق وتراضي والكلام ده الحاجات اللي كلها لازم تنبع من قداسة الله ده مش موجود دي مش استمار الحقيقة للإسلام السؤال بقال بعد كده بيقول لماذا لا يعترف المسيحين بمحمد نقطة ده سؤال رائع لماذا لا يعترف المسيحين بمحمد المفهوم اللي عند المسلمين أنه في بشارة عن محمد في الكتاب المقدس وإحنا بنخبيها ردينا على الحكاية دي كتير قوي بس أنا هرد على السؤال ده بطريقة مختلفة والمفهوم التاني اللي بيخلي المسلم يسأل السؤال ده أنه اللي احنا تسلمناه بقى وإحنا في الإسلام أنه محمد جه كخاتم الأنبياء وأن الرسل كلهم كان ليهم رسائل تسلموها مع الله منهم اللي ضع منهم الكتاب بتاعه واللي تحرف واللي لسه موجود وكده وأنه محمد كمان نزل عليه الوحي وجات له رسالة من الله وهي بقى اللي هتكمل كل التعليم وأنه اليهود مثلا ضيعوا تعليم موسى وأنه المسيحيين ضيعوا أو حرفوا تعليم عيسى على حسن ما هم بيقولوا عليه فمحمد جاء عشان بقى يصلح ويربط الدنيا كلها ببعضها فدي أراضيتين مهمين قوي لما حد يسألك ليه أنت ما بتعترفش بالمسيح لأنه ده اللي في زهنه ده خاتم الأنبياء إزاي أنت ما هم هم ثلاث ديانات لا مفيش الكلام ده مفيش الكلام خليني رد بطريقة مرتبة شوية لبعض الأفكار في حاجات ممكن نعود حلقتين أقول لكم ليه لا يعترف المسيحين بمحمد لكن هقول بعض الحاجات المهمة شيل الفكرتين دول لأنه ما فيش حاجة اسمها خاتم الأنبياء مش هو ولا كان ده دوره ولا هو مرتبط بأنبياء العهد القديم خالص ولا العهد الجديد الحاجة التانية أنه ما فيش الإسلام ليس له ارتباط أبدا بالكتاب المقدس ولا هو مكمل ولا هو من الله القرآن من تأليف محمد فعشان كده ده كلام صادم وأنا أسفة ما تزعلوش بس ده الحقيقة نعرف ليه ليه المسيحين لا يعترفوا بمحمد أولا اللي قالوا الكتاب في العهد القديم والجديد ايه اللي قالوا الكتاب في العهد القديم والجديد الكتاب في العهد القديم والجديد كان له خط معين وهي خطة تخصيص الله لشعب معين هيطلع منه المسيح اللي هو شعب إسرائيل هيطلع منه نسل معين يطلع منه المسيح ومن هذا النسل المسيح هيخلص البشرين فكان التركيز كله على إعادة الإنسان إلى معرفة الله الحقيقي وإلى معرفة إنه الله عايز ييرجعك للطبيعة اللي هو خلقك عليها وده ما كانش ممكن يحصل إلا إذا كان المسيح هو اللي في النص بينك وبين ربنا اللي بيشيل عنك الخطيئة ومن خلاله بننمو ونكبر ونتجدد ونتغير ونبقى نعود مرة أخرى لطبيعتنا اللي خلقنا ليها الله محبة الله الحقيقية يعرفين الانفصال اللي حصل بين آدم والله في دخول الخطيئة كسر فهم آدم لكيف يحب الله بصورة حقيقية زي ما كانت علاقته بيه وهو بيتمشى معاه في الجنة يعني حصل كسر لعلاقة المحبة دي المسيح أغضق علينا بمحبته وخلاصه فرجعنا لده في اختلاف تام في الفكر الإسلام يعني بيخدنا في مرحلة تانية خالص خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده الكتاب بيقول كده في سفر التاسنية بيقول ويقيم الرب إلهك نبيا له من وسط إخواتك له تسمعوا يقيم الرب إلهك نبي من إخواتك في وسطك وليه نسمعه هل محمد نبي من أنبياء إسرائيل هل في صفر التاسنية 18 خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده بيقول كده يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخواتك مثلي له تسمعون سوء من العهد القديم في آيات كتيرة بقى وبعدين البشارة بقى بالمسيح وعمل المسيح والكلام ده كله كتير جدا محمد لا ينطبق عليه أنه من وسط شعب إسرائيل أبدا ولا هو متصل بيهم في أي شيء الحاجة التانية أنه رسالة محمد بدأت بتعاملات مع أرواح شريرة فأصلا لا يمكن أنك تربط الأرواح الشريرة مع الله الأنبياء العهد القديم والجديد الله كان روح الله بيتكلم معهم بصورة مباشرة يجي لهم ملائكة بصورة مباشرة لكن الرسالة بتبقى من روح الله بصورة مباشرة ولا يمكن أنها تكون رسالة ترعبه أو يكون داخل فيها شر إنما محمد كان بيتقابل مع شياطين كانت بترعبه وبيجري منها وبيستخبى منها ويجي بقى يقول زملوني زملوني والكلام ده كله لأنه مش فاهم لكن كان عارف إنه بيشوف أرواح شريرة في الحلقات الأديمة عملناها في هذا الموضوع تقدروا ترجعوا له الحاجة الثالثة إنه تعاليمه تخالف فكرة الله في مقاصد الله في خلقته زي ما قلنا إنه الله من الأول خلق الإنسان علشان يكون معاه والخطيئة كسرت ده والله شال عننا الخطيئة ودفع التمن الحياة معها بقى دلوقتي اللي إحنا بنعتبرها جزء من الملكوت المفروض إنك ابن الله تكون بتتقدم فيها في الإيمان كل يوم وتنمو قربا وفهما ومعرفة بالله أمور تانية في داخل التعليم الإسلامي بتقول إنه محمد مش ممكن يكون أبدا نبي ولا يمكن نعترف به كواحد يحمل رسالة من الله معاملاته للنساء زيجاته القرآن والكلام عن المرأة الجواري الاغتصاب النساء الجواز من أربعة وتمانية وعشرة وتسعة والكلام ده كله مضاجعة الجواري كلام ده كله مش علاقة بالكتاب المقدس خالص والأخطاء اللي حصلت في هذا الأمر كانت أخطاء بشر ولكن ليست قانون الله لكن هنا القرآن يقنن ده لو بصيت لزواجه من طفلة من عيشة وزواجه من زينب مرات ابنه وإلغاء التبني وكل ده مقرآة تانية يخالف مقاصد الله ويخالف رؤية الله في الكتاب المقدس لأننا جميعا أبنائه فمحمد يجي يلغي التبني لأنه فكر شيطاني فمش ممكن يكون محمد بياخد رسائل من الله الحاجة التانية اضطهاد محمد لشعب الله المختار من اضطهاد اليهود وقتلهم اللي هم مفروض إنه هم الشعب اللي الله خصصوا يقول له رسالة خاصة ويجي منهم المسيح اضطهادوا للمسيحيين أيضا ولكن أنا بشوف إنه يعني إنه يتقال عليه إنه أحد الأنبياء المتصل بي شعب إسرائيل أصلا يعني لو كان كل الأنبياء جم من شعب إسرائيل وده يبقى واحد عايز يلزأ نفسه فيهم وهو نفسه اللي حاول إنه هو يقضي على اليهود محمد كان مصحور محمد حاول ينتحر ما قدمه عن شخص الله في القرآن وما قدمه عن يسوع المسيح نفسه في القرآن القرآن بيقول وما صلبوه وما قتلوه وده لا يتطفق مع رسالة المسيح رسالته إنه جيه علشان يفدينا بهذا الشكل اللي لا يفهمه المسلمين لإنه القرآن لغاة القرآن خالف نقطة ألوهية المسيح ومحمد خالف ذلك فمش ممكن برضو نعترف به كنبي لأنه غير متصل برسالة العهد القديم والعهد الجديد بالمرة ولا أخلاق المسيح ولا تعليم المسيح السؤال ما الذي أضافه محمد حتى نعتقد أنه نبي سؤال مهم قل لي محمد أضاف إيه للبشرية البشرية كانت في نمو إنسانيا وتحضر لأن تعليم المسيح تقود الإنسان لنمو الإنساني والفكري والعقلي والتحضر لأنه الله يتعامل مع أروحنا مع أفكارنا ومع قلوبنا ويغيرنا من الداخل ويقول لك ابدع بقى عيش بقى بقدرتي ابدع لكن في الإسلام أنت عندك مخطط رسمي لدفن عقول الناس في قل ولا تقل افعل ولا تفعل بس فالقرآن لم يضيف لتعليم المسيح شيء أبدا بالعكس خالفها على طول الخط الإسلام اللي أتى بيه محمد كان مقصده دولة دولة دينية يسيطر فيها على عقول الناس المسيح جي خالف ده بقى لأنه اليهود كأمة كانوا عايزين دايما يبقى ليهم ملك لكن المسيح جي يقول لنا ولليهود للأمم ولليهود إنه الملك الوحيد هو أنا الله الذي يملك على قلوبكم وبعدين يجعلكم يعني ناس ناس نافعين لمجتمعاتكم فأيوة نطيع الرؤساء ونصلي من أجل الرؤساء ولكن نعلم أنه الملك الوحيد في حياتنا هو يسوع المسيح اللي بناخد منه كل الاتجاهات لنفسنا واللي حوالينا الإسلام بقى دين جيه علشان يعمل دولة ده بيخالف تعليم المسيح الإسلام بيخالف المسيحية تماما ليه بقى لأنه الفرق بين تغيير الشكل وتغيير الطبيعة المسيح يغير طبيعتنا البشرية إلى طبيعة مقدسة إلهية نظيفة شبهه لكن الإسلام بياخدك في شكليات تصلي إزاي تقف إزاي تدخل إزاي تخرج إزاي تتكلم إزاي تقول تسبح إزاي والكلام ده كله وبيعتبر أنك بتتعبد بالقرآن والكلام ده إحنا مثلا ما نقولش إحنا بنتعبد بالكتاب المقدس مش تلاصم لا إحنا نتعمق إحنا بنتأمل في الكتاب المقدس نفهم كلام الله نمتلق من روح الله اللي في كلماته فاتغير طبيعتنا فالتغيير داخلي مش شكلي الفرق بين العمل الدائم اللي في الإسلام والنعمة اللي أعطاها المسيح فيجي محمد يرجعك من عصر النعمة لدائرة العمل والكلام ما ينفعش لا يليق فلا يمكن أن يكون شخص يؤثر على فكر المسيحيين من يعرف المسيح محمد أيضا وضع الناس في مستنقع من الماء العكر ليه؟ لأنه كل حاجة بين البنين في الجري أريا في المنطقة الرمضية يعني الكد ببقى كد بقى بيادوسوا دو مش عارف إيه الزنا بقى لا في فرق بين الزنا واللمم وعندك الفتوى دي ممكن تطلعك من ده وعندك الفكرة دي ممكن تطلعك من ده دائرة من الماء العكر إنما المسيح بيقولك الفكرة اللي جاية من الشرير دي تسمم أفكارك لكن المسيح قال لنا علمنا إنه كلامنا يكون نعم نعم ولا لا وإننا نكون منضبطين حسب قلب الله مش حسب ما نخاف يعني يقول لا تخافوا ممن يقتلون الجسد لكن بالأحرى إحنا نخاف من اللي سلطان على الجسد والروح أيضا كل ما قدم محمد كان ضد المسيح ويخالف تعاليمه رجع الناس من عصر النعمة إلى نموس إنساني محرف عن فكرة الله خلينا نشوف السلايد اللي جاي الكتاب بيقول كده يريد ترجعني السلايد اللي قبل ده بس أقرأ المتة سبعة في متة سبعة بيقول كده احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمار ردية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة لا يمكن أن تخرج ثمار جيدة من هذا الفكر الإسلامي وده يرد على فكرة على كل الأسئلة اللي أنا جاوبت عليها قبل كده لكن المسيح قال إنه حييجي بعده ذئاب خطفة أنبياء كذبة فلا يمكن إن إحنا نقبل إنه محمد يكون نبي لأنه المسيح قال اللي حييجي بعده هيبقوا كذبة المسيح أيضا قال إنه من بعده قد أكمل خلص بقى هو خلص كل حاجة ودلوقتي العهد الجديد اللي إحنا هنعيشه بدم المسيح فلم يكن هناك أي حاجة لنبي آخر نشوف الستايدة اللي بعد كده متى 24 المسيح قال كده حين إذن إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم وأنا حبيت النهاردة أشارك بالآية دي كتحذير لأنه الكتاب يعني المسيح بيقول أنتوا في انتظار رجوعي تاني المجيء الثاني للمسيح على الأرض لكن في ناس كتير حتقول وإحنا بنشوف لحد النهاردة أنا عندي رسالة من الله أنا المسيح المنتظر أنا الملة المنتظر أنا المهدي المنتظر أنا نبي وهكذا حتى في العصر اللي إحنا فيه ده شفنا ناس كتير كذلك محمد لم يكن يختلف عن هؤلاء وفي عصر محمد كان هناك العديد من الأنبياء زي لو رجعتوا لحلقة مسيلمة الكذاب اللي إحنا عملناها هتلاقي أنه مسيلمة كان عنده كلام زي اللي بيقوله محمد بالضبط وأنه برضو كان نبي من الأنبياء وأنه كان هناك العديد من الأنبياء اللي كانوا في هذا العصر بيحاولوا أنه هم برضو يعملوا دين ودولة عشان يعملوا جماعة من الناس لكن زي ما بيقول الكتاب في ناس ممكن يحصل معاهم حاجات يعني كبيرة إزاي الإسلام ده يعني غزة الدنيا بالشكل ده ممكن ده يحصل لأنه ما فيش تمييز روحي لكن عندما فرصتك النهار ده وفرصتك النهار ده إنك تحضر لأنه محمد من الأنبياء الكذباء ليس هناك دليل على نبويته ولا ارتباط لرسالته برسالة الكتاب المقدس في أي شيء بل بالعكس هو يخالف الرسالة أسباب كتيرة لكن أرجو أنه يعني يكون وضح الأمر خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لماذا أنتم تحاولون محاربة الإسلام فهناك جانب جيد من الإسلام فلكل ديانة فيها جانب سيء وجانب جيد أنا حاول إن أنا خلص السؤال ده في الدقائق الفضلة لكن يعني أنا رديت على السؤال ده نوعا ما في السؤال الأول ليه أنتم بتحاولوا تحاربوا الإسلام قلت إنه إحنا لأنه حارب المسلمين لكن وضحت إحنا ليه بنتكلم على الإسلام لأنه ده واجبنا لكن حضيف نعم نقف ضد الإسلام أولا لأنه يؤدي إلى الهلاك الأبدي لأنه تعليم شيطاني مصدره المضل نفسه الشيطان نفسه علشان ياخد مكان الله ويفرق الناس عن معرفة الحقيقة أيوة إحنا بنهاجم هذا الفكر الشرير لأنه يهلك البشرين ومن أساليب الإسلام السيطرة على الناس بالبلبلة الميا العكرة والرعب في قلوب الكفار والناس والإرهاب والكلام عن العذاب والعقاب والنار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يعني أنت عايش على طول في حالة رعب فنعم يجب أن احنا نقف أمام هذا الإرهاب الفكري والروحي لأنه لن نستطيع أن احنا نرهب الناس لمعرفة الله بالعكس وانت بترهبه عشان ما يفكرش مين اللي بيتكلم ده نقف أمامه لأنه دين يقتل النفس والروح معا مليء بالأكاذيب والأصنام داخل الإطار الإسلامي هناك أصنام لا حصرة له الكعبة حضرتكم يعني نظامها إيه صنم ده ولا مش صنم اللي بتلفه حواليه كده والتمتم وكلام محدش فاهمه انت نفسك مش فاهمه انت بتكلم شخص لا يسمع لأنه مش الله اللي خلقك التعليم ده مليء بالأصنام وبيدعي أنه هذا الإله لا شريك له احنا بنعبد الله لا شريك له ولكن الشريك الواضح جدا محمد اللي شريكه في كل شيء حتى في الشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وهو ليس برسول وهذا الإله ليس الله فهو شريكه في كل شيء أدي أدي من مبادئ الشرك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول على طول الله والرسول لازقين في بعض محمد فيه داخل القرآن قاله نفسه بكل تأكيد إذا ما غفر لكوش مش هيتغفر لكو هذا الإله وهذا الفكر شغل الناس بصلوات غير مسموعة لآلهة صماء بس وإحنا النهاردة شايفين أنه يعني ليه افتكروا ليه إحنا بنحارب هذا الفكر شايفين نتائج 1400 سنة من الجهل والتفريقة والإرهاب في كل المجتمعات الإسلامية الجزء الثاني من السؤال بيتكلم عن إنه في كل الديانات فيها جانب سيء وجانب جيد يعني بالنسبة لي حقول إن دي عبارة غير منطقية بس ممكن نطبقها على اللي إحنا شايفينه على الأرض بما أنها يعني بالرغم أنها غير منطقية بالنسبة لي لأنك لو هتتكلم على دين يعني أنت لما بنتكلم على دين الدين المفروض أنه يصلح حياة الناس فلو فيه جوانب سلبية يبقى فيه مشكلة بس فمن ناحية دي أنا شايف أنها غير منطقية والمشكلة في السؤال الأسئلة اللي زي دي إنك تقبل إنك تكون تابع لديانة فيها جانب سيء إزاي ده يستقيم يعني إيه اللي يخليني طب ما أنا بقى أفضل لمش أدور أنا هو واحد بقى اللي ما فيهوش سيء أو يعني سيء ده سيء رصاصي ولا سيء أخضر ولا سيء سود ولا سيء أبيض هسألكم بعض الأسئلة هل يقبل الله أن يكون هناك أشياء سيئة فيما يعطينا لنعرفه لو الله بيدينا الطريق علشان نعرفه به فيقبل النفوس الطريق اللي انت رايح تعرفه به يكون فيه أشياء سيئة يعني مثلا الطريق اللي انت هتمشي فيه ده عشان تعرف ربنا علشان توصلي لازم تعمل الأخطاء الفلانية هل ده ينفع؟ ما ينفعش وهل السؤال ده لما تقول أن كل ديانة فيها جانب سيء وجانب خير يعني الديانة خليط من الخير والشر الجيد والفاسد ده لو كان ده صحيح لكانت يعني كلها بقت فاسدة أنا دايما أقول لكم يعني هتحط نقطة سم في الحلة هتبقى الحلة كلها سم ما هاتش يقول لي احنا بنحط سم في الدواء ده كلام مش ده اللي أنا بقوله الجيد والفاسد الظلمة والنور الكلام ده كله لا يلتقوا لا يلتقوا ما ينفعش تحطيلي سمه وتأكلهولي وتقول لي يعني مع الوقت السم عيروح مفعوله لا مع الوقت السم حيموتك والسم في الإسلام حيموت المسلمين إن لم يعرفوا الحق الإله فعشان كده بقول أن دي عبارة غير منطقية الفرق بقى بين المسيحية والإسلام المسيحية ليست ديانة بل حياة تنبع من العشرة مع الله والتغيير إلى صورة الله كل يوم شوف الصيد اللي جاي في كرونسس الثانية ثلاثة بيقول كده إنه إحنا بنتغير إلى تلك الصورة عينها هي دي النقطة اللي أنا عايزة كنتشوفوها في التغيير بيقول كده أنا حقرلكم حقف عند الحتة دي وحكملها في حلقات قادمة لكن عايزة أقرلكم الطريق اللي ربنا بيديه لنا الطريق التغيير اللي خليك تبقى شابهو يقول كده أخيرا يا إخوتي تقوّف الرب وفي شدة قواته البسوا صلاح الله الكامل اللي كيتقدروا أن تثبته ضد مكايد إبليس إحنا في حرب مع إبليس فعشان نحارب إبليس لازم نكون في طريق النور مع الله متشحين بكل ما أعطانا من قوة مصارعيتنا ليست مع لحم وأدم بل مع رؤساء من السلاطين مع أولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات إحنا نحاربهم ولا ندبعهم مش يجي حد من أجناد الشر يدعو محمد فيدبعه لا ملكش دعو بالشياطين إحنا مع الطريق اللي رسمه لنا الله بيقولك احملوا سلاح الله الكامل اللي كيتقدروا أن تقاوموا في يوم الشر بيقول كده إثباتوا ممنطقين أحقائكم بالحق ولابسين درع البر الحق بكلمة الله الحق في أنك تلتزم بكل تعاليم الله اللي أعلمها لك في الكتاب وفي حياة المسيح وفي حياتك الشخصية وروح القدس اللي بيتكلم فيه ودرع البر إنك تكون شخص متطلع دائما إنك تكون أفضل إنه لا تبقى فيك قطية مش إنك مش هتغطي لا ده يعني إنه إنك لو أخطأت بالتوب وتعود إلى الله على طول فتتغير كل يوم كل يوم فالكتاب ما بيسبكش لوحدك بيقولك أنا مدي لك سلاح أنا مدي لك سلاح علشان يغطيك وبيكلم عن خوزة الخلاص وسيف الروح اللي هو الكلمة ومصلين بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح سهرين لهذا بعينه ولأنه لأجل جميع القدسين ولأجلي التغيير في حياة المسيحي ينتج عن ينتج إنسان جدي يعود إلى مقاصد الله في صناعة الإنسان يعود إلى طريق الله فطريق الله وطريق الشيطان متضادان وقفين يعني الإنسان المسيحي طريق الله كده وطريق الشيطان كده فهو على طول مع الله لكن في الإسلام أنت رايح يعني على طول دغري كده لطريق الشيطان ومعنى المسيحية إنها حياة مع الله مش دين ليه ليه الاختلاف ده الدين بيخلي الإنسان يبقى مرتبط بشكليات لكن الحياة المسيحية مع الله بتخليك ترتبط بإحتياجات الروح اللي بترتبط بمعرفة الله نفسه في كل وقت فبتعينك على إنك تعمدي في طريق يقودك إلى الله ويقود أخرين معك أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قدم ترجمة نانسي قنقر